ام محمد محمد انت معانا ولا لا؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته امساكي بقى في الاتصالة حسن ايه فلت منك تاني تفضلي الحمد لله بخير تفضلي كل اللي حضرتك بتقوله يا حضرت الشيخ عندي اي 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 كل اللي حضرتك بتقوله عندي امسنا قلت حيات كتيرة انه بقى اللي عندي يعني انا حتى لما بعي والله العظيم كباية المي حتى ما بيجبالي طب انت عارفها ليه كده انا يعني احنا كمان يعني مجوزين على الحب طب اقولك حاجة اقولك حاجة اقولك حاجة اتفتت انت عارف ان هو بيحبك اكيد بس المشكلة ان هو ما بيعبرش عن حب ليه بقى عشان الليل لسه ايديقولك ده انا انا ما بذكرش حاجة في البرنامج هنا غير لما تكون الاشع الاشع في الرجالة اخلينا اقولكم الاشع في الرجالة انهم ما يحبوش الست ترقد ترقد ليه الرجالة ما يقولوش للست ان هو بيحس ان هي زي ممتو هي سنداء اكيد في رجالة بقى لما هي يحصل لها مرض يعمل ايه هو يقعد جنبها ويحسسها بان هو متفرق متفرقنيش انا اللي بعمل كده خلينا بقولك انا بقولك بس الاشع في الرجالة اه اه الاشع في الرجالة ان هو ما يحبش نقلي لان هو في ورطة هو مش هيقدر يقول لها ان انا بالسند عليك لان هو عايز هو يبقى سندها يخاف يقول لها بالسند عليك فتحس ان هو ضعيف طب والتليفون يا دكتور التليفون انت فهمت الاول بس عشان المسألة دي مهمة اربعة واشيين ساعة في ايه اه دي مسألة تانية بقى اربعة واشيين ساعة في ايه وتفرق على حاجات هايفة وحاجات يعني مالهاش لازمة واحنا حجينا بيت ربنا وبيكذب كتير كتير ده سؤال جاوبك عليه بقى ده سؤال جاوبك عليه انت بتقول ليه بتقول لي في علاقات مسمومة يعني ولا ايه انتقول دي لحاجات مش حلوة طيب اقول لحضرتك نعمل ايه بقى اتفضل بص يا سيدة محمد بما انكم خلاص احنا كده انتقلنا من الفتاوى الى الكمان الى الاستشارات وانا سعيد يعني سعيد بالنقلة النوعية في الاسئلة بتاع حضرتكم دي لان احنا ربنا يبارك فيك بص يا سيدة انا اقول لحضرتك حاجة اتفضل لو عايزت تتسألين يعني في كتير من الازواج بيروحوا ينشغلوا بهذه الاشياء لان هذه الاشياء بتمثل لهم المتعة لانهم عندهم نظرة مش حلوة ان الست المستقلة دي لا تستطيع ان تستمتع معها الست المستقلة دي تستطيع معها ان تصنع شركة تستطيع ان تصنع قرارا تستطيع ان تأخذ تحل مشكلة لكن الست المستقلة ما تقدرش تستمتع معها ليه؟ الشيء هو بقى كتير من الرجال عندهم ان الست عشان تقدر تستمتع معها لابد أن تكون لينة لطيفة وكثير من الأزواج عندهم في نموذج كده جي مرة في فيلم أو حاجة كده هو ده النموذج اللي بيحبه النموذج الست المتفنية الريبة لدرجة النموذج ده مات ماتت عشان جوزها فالنموذج ده بيحبه كثير من الرجال هو ده وحش؟ لا أبدا بس هو السؤال أنت لما جوزتها زوجة مستقلة يعني قادرة تقوم بأدوار أنت سند عليها وانت سايب البيت ويا أيما بدور بأدوار كتيرة دور الرجل والست الست بقى لازم تبقى زكية وأنا كلامي ده لحضرتك يا أستاذ المحمد خليكي زكية اوعي تقبالي الرهان على أونستك خليكي دايما وذلك رسول الله سلم أنا بقرأ بقى سيدة رسول الله بشكل مختلف لما الغيرة بتبقى موجودة عند النساء بتعمل ايه؟ بتحرك غدة الأنوسة ولذلك رسول الله ما حبش يخلص السيدة عائشة من نفسية الغيرة اللي هي غيرة المتزنة لكن الغيرة لما تعمل بقى مشكلة في البيت لا رسول الله يغضب ويطلع فوق ويقعد فوق سطح المنزل لما الغيرة تكون هتخذ البيت لكنها غير عادية غيرت أمكم ويبتسم رسول الله سلم ويغير الطبق بطبق تاني يبقى ايه؟ اوعي تقبلي الضغط والرعان واستنزاف كونك امرأة حفظك على كونك امرأة لان رسول الله كان بيعلم الناس كده لما المرأة تيجي ويبصي يلاقيها ويلاقيها ايدين خشنة كده يقولها يد وحشن هذه غيروه يعني روحي اعملي حاجة يعني فهو دات اللي أنا عايز اقول لحضرتك خليه يحس دايما بهذا اللين بهذه القرب بهذه المحبة لما اعتشغليه هي بقى قريب منك فأنت بتساعدين انت اعملي ايه؟ أنا أظن اللي قلته دوت وده مش معناه ان الرجل هو السيد والمرأة هي الأمق أبدا احنا عندنا مشكلة أساسية عندنا دلوقتي هي المشكلة في لغباطة العيشة فاحنا عايزين الرجالة تبقى رجالة دلوقتي وعايزين الست تبقى ست تغير الأدوار ده بيبوز الأنوثة وكون المرأة مرأة وبيتبوز كون الرجل رجل بطل فاحنا عايزين نرجع الأشياء إلى النصابه فإيه اللي حاصل؟ ليه هو بيلعب؟ ليه هو بيعيش في المشاهدة؟ لأنه ما بيشاهدش خليه يشاهد المحبة والعواطف والقرب أنا أظن ده حل يبقى حل لطيف ده مش معناه ان أنا باجي عليكي لكن أنا باجي ليكي باجي ليكي عشان أنصحك إزاي تقدر تجتذيبيه لأنه هو نفسه الأنوثة بالسوق بتقعد تجيب له قوانين ما نعمل إيه؟ ما أنا مضطر لده؟ لأن أنا حاسس إن هنا لو كلمتها هدايئة لو كلمتها حرجة لو كلمتها مش هيحوق فيها لا خليه يحوق فيكي منك ده يغير حاجات كتيرة في حياتك